اشتراطات المتعددة من اجل تعزيز السلامة العامة وفي شهر رمضان الكريم ومع الظروف الاستثنائية الحالية التي تتطلب اقصى الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا يصبح الامر لازما بالتأكيد على السلامة في المنزل وما يقتضيه ذلك من التوعية الكافية اقلب البلقات اللي نواجهها هي حرائق المنازل وبالتحديد حرائق المطبق يكون اكثرها بسبب الاهمال وعدم العناية نحب نوجه رسالة الى جميع المواطنين والمقيمين على ضرورة التقيد باشتراطات السلامة لتفادي حصول مثل هذه الحوادث لا سمح الله الاشتراطات السلامة بتكون هي وجود طفاية الحريق وجود كاشف للقاز وكاشف للدخان وضع استوانة القاز خارج المنزل بصندوق حديدي مهوى بشكل جيد بعيد عن حرارة الشمس وبالتوازي مع العمل الميداني يحرص الدفاع المدني على تنفيذ منظومة متكاملة من الاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا اذ ان الالتزام بالاشتراطات الوقائية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعريف بكيفية التصرف السليم اثناء التواجد في المطبخ لاعداد وجبات الطعام من الامور المهمة في اطار ضمان الصحة والسلامة العامة نتقدم الادارة العامة الدفاع الملين ببعض الاجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتباعها من خلال ارتياد رباط المنازل للبيوت فعلى سبيل المثال اتأكد من قيامهم بالتزام باجراءات الوقاية الشخصية من ارتداء القفازات والكمامات قبل القيام بعملية التطهير الاحترازي للمطابخ والاسطح وذلك بمدة لا تقل عن 30 دقيقة من قيامهم بعمليات الطهي التأكد من قيامهم بمسح تلك الاسطح والتهوية المناسبة للمناطق والمطابخ في مثل هذه الحالات التأكد من عدم وجود اطفال واشخاص يعانون من بعض الامراض المزمنة اثناء عمليات التطهير القيامهم بتخلص من تلك المواد بطريقة سليمة وحفظها بعيدا عن متناول الاطفال نود ان نشير كذلك ان في مثل هذه الظروف تستوجب الادارة العامة للدفاع المدني وتتمنى من الرباط المنازل التزام بعدم التجمع في المطابخ لاكثر من خمسة اشخاص اثناء القيام بعمليات التطهير كذلك عدم ترك المواد الغذائية والاعطيمة مكشوفة في مثل هذه الظروف تبقى السلامة العامة مسئولية مشتركة لانها في صالح الفرد والمجتمع ومعها تبقى الامال والتطلعات في مجتمع امن وسليم خصوصا في هذا الشهر الفضيل اشتركوا في القناة